على أنقاض منزلها المدمري في خان يونس أنشأت المعالمة الفلسطينية أسرى أبو مصطفى البالغة من العمر 29 عاماً فصلاً دراسياً مؤقتاً لتثقيف الأطفال في قطاع غزة الذي مزقته الحرب بعد حصولها على درجة البكالوريوس في التعليم الأساسي بدأت المعالمة الفلسطينية مبادرتها بـ 35 طالباً وطالبة وهي الآن تقوم بتدريس نحو 70 طفلاً من قطاع غزة من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الابتدائية بيتنا تضمر بشكل كامل من خمسة طوابق لكن أنا عندي حلم أكمل حلمي ببسط الركام اللي تضمر وببسط بيتنا اللي تضمر فإحنا نشأنا الخيمة التعليمية بنستهدف فيه أطفال الروضة نتمنى إن شاء الله تنتهي الحرب قريباً على قطاع غزة وترجع المدارس وترجع الرياض من جديد لأن الأطفال زي ما تشايفين من حقهم أنهم يتعلموا زي الأطفال العالم ورغم الموارد المحدودة تسعى إسراء جاهدة لتوفير التعليم المستمر للأطفال ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول تعرضت المدارس للقصف أو تحولت إلى ملاجئة للنازحين مما جعل نحو 625 ألف طفل في سن الدراسة في غزة غير قادرين على حضور الفصول الدراسية بحاول بقدر الإمكان أن أوفر إمكانيات بسيطة للأطفال زي ما تشايفين هي عبارة عن خيمة عادية خيمة تعليمية طبعاً إحنا بنحتاج كراسي بنحتاج طولات أن الطفل يتعلم بشكل صحيح ما يتلقى أنه يكتب وهو بس مجرد هنا يكتب على الأرض لا إحنا الإمكانيات المتوفرة إشي بسيط دفتر قلم وهي تمتع قطاع غزة والضفة الغربية بمستويات عالية من الإلمام بالقراءة والكتابة على المستوى الدولي ولكن الحصار الإسرائيلي للقطاع الساحلي الفلسطيني والجولات المتكررة من الصراع تركت التعليم هشاً وغير قادراً على توفير الموارد الكافية ترجمة نانسي قنقر